إلى باقعة النعناع وكل بنت شريفة تعمل في مهنة شريفة علشان تكتسب بعض الأموال الحلال تنفق بها على نفسها وعلى أولادها أحب أقولك أنت بألف راجل بل أرجل من ناس كتير شكلها من بره أن هي رجولة لكن في الحقيقة ما يعرفوش أي شيء عن صفات الرجولة امرأة تجلس في الشارع لتبيع النعناع علشان تنفق على نفسها وعلى بنتها الصغيرة بعد ما واحد يدعى أنه هو راجل طلقها ورماها في الشارع هي وبنتها وبعد ما راحت لواحد تاني يدعى أنه هو راجل أين بيضر والدها فيرفض أن هي تدخل البيت بحجة أنه هو متجوز جديد بعد ما طلق مامتها ولما تروح تلجأ لولدتها علشان تسكن معاها في بيتها عشان تبعد عن الشارع واخترته فتفاجأ أن الأم تغلق في وجه بنتها الباب علشان هي كمان بعد ما اتطلقت اتجوزت واحد تاني ده مجتمع للأسف الشديد بقت فيه امرأة بتهان هذه الإهانة مع بنت صغيرة السؤال إيه اللي جرالنا ليه وصلنا للحال ده أن يبقى احنا بسهولة نرمي لحمنا ونرمي بناتنا في الشارع عشان ينهش فيهم كل من هب ودب بداية أحب أقول للزوج هل أنت كده مبسوط لما يبقى عرضك ولحمك ودمك بيباد في الشوارع وعلى الأرصفة ومعرض أن يتأذى من كل واحد رايح أو جاي أحب أقول لحضرتك أنت كده مش خايف من ربنا لما يسألك يوم القيامة إزاي تفرط في فلثة كبدك يا أخي ده امرأة دخلت النار في هرة حبستها فما بالك من أنك ترمي لحمك ترمي إنسان في الشارع دون نفقة ودون كسوة ودون مأوى يأوي إليه أحب أقول للأب حضرتك ما سمعتش كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته حضرتك حتقول للربنا لما يسألك يوم القيامة عن لحمك وبنتك وبنت بنتك اللي رميتها في الشارع حضرتك ما سمعتش كلام ربنا وهو بيقول يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودوها الناس والحجارة وحضرتك كده بترمي نفسك في النار بإيدك وبنفسك أحب أقول للأم هل أنت اشتريت راجل مع أن في راجل تاني رماكي قبل كده وفرطت في لحمك وفرطت في دمك وفرطت في بنتك وبنت بنتك الصغيرة بالسهولة دي وصلنا أن احنا نفرط في حياتنا وانفرط في دينا وانفرط في أعراضنا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا من مات دون عرضه فهو شهيد اللي بيموت هو بيدفع عن عرضه بيلتقي مع الشهداء يوم القيامة يحشر مع النبيين والصديقين يوم القيامة وإحنا نجي ببساطة نقول يا رب احنا بنرمي أعراضنا في الشارع كنتوا فين لما خلفتوا كنتوا فين لما ربيتوا كنتوا فين لما اخترتوا زوج لبنتكم والزوج في الآخر يطلع مش قد المسئولية مفكرين أن انتوا كده مش مسئولين اقسم بالله مسئولين في الدنيا قبل الآخر أما باقعة النعناع فانت بألف راجل موجودين دلوقت عشان بتسعي انك تاكل لقمة عيش حلال تنفق بها على نفسك وعلى أولادك تأكدي ان ربنا لن يخزو لك تأكدي ان الناس وأهل الخير مش حيتركوك أبدا وأنادي أهل المحامات أهل المهنة الشريفة اللي بتدافع عن الناس وتأتي بحقوق المظلومين يريد أحدكم يتبنى هذه القضية ويأتي بحق الحضانة ويأتي بحق النفقة ويأتي بحق السكن لهذه البنت وبنتها لا تتركوها للشارع لا تتركوها لأحد حتى لا يأتي الآخرين ويفعلوا مثل ما فعلوا بهذه الفتاة الضعيفة النبي صلى الله عليه وسلم يقول انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً أختكم في الإسلام مظلومة انصروها وقفوا معاها عشان فيه كان باقعة نعناع موجودة دلوقتي في الشارع بس للأسف الكاميرا ما جابتهاش عشان فيه مئات من أمثال باقعة النعناع يا ريت لازم جزها ووالدها ووالدتها بالفعل يكونوا عبرة لغيرهم عشان محدش يفكر بعد كده ان يرم لحمه ويرم عرضه ويرم دمه في الشارع للناس تنهش فيه أو مدام انه هو مش قادر يربي ومش قادر ينفق ما كنتش من البداية تتزوج وما كنتش في البداية تخلف أولاد علشان ترميهم بعد كده في الشارع اتقوا ربنا واعلموا ان انتو مسؤولين ومحاسبين في يوم يجمع الله فيه كل البشرية للحساب والسلام